ترأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظ الله ورعى بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية هذا اليوم بقصر القضيبية وفي بداية الجلسة أشهد المجلس بزيارة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة إلى مملكة البحرين مؤخرا واجتماعه بحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى يده الله والتي أكدت على مدى عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين وما عكسته المواقف المشتركة بين البلدين في مختلف القضايا العربية والإقليمية مشيدا سموه بكلمة فخامة الرئيس المصري التي ألقاها في افتتاح فعاليات منتدى حوار المنامة والتي تصب في دعم قضايا الأمة العربية والإسلامية كما أطلع سمو رئيس مجلس الوزراء المجلس بزيارة الأخوية التي قام بها سموه إلى الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية والتي تجسد عمق العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين الشقيقين وما لقيه من ترحاب وحفاوة مثمنا سموه تلك المواقف المشرفة للمملكة العربية السعودية تجاه مملكة البحرين ومعازرتها لها في مختلف القضايا وعلى جميع الصعود وخلال الجلسة شكر سموه صاحب سمو الملكي ولي العهد نائب القائد العلى نائب الأول رئيس مجلس الوزراء على النجاح والتنظيم المميز لحوار المنامة مشيدا بالجهود الكبيرة التي بذلها المنظمون لهذا الحدث السنوي والذي أثبت نجاحه وأكد على مدى حرص المملكة على تنظيم هذا الحدث وطرح مختلف القضايا الراهنة على الساحة الدولية بما يسهم في إيجاد الحلول الناجعة لها كما تمت الإشادة بالدور الكبير الذي قامت به وزارة الخارجية وبجهودها في تنظيم فعاليات منتدى حوار المنامة وأشار سموه إلى زيارته التي قام بها إلى محافظة المحرق فوكل سموه معالي شيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزرية للإعمار والبنية التحتية بمتابعة وتنفيذ جميع مشاريع المحرق تلبية لاحتياجات المواطنين ووجه سمو رئيس الوزراء سعادة وزيرة الصحة إلى متابعة احتياجات مرضى السيكلر وتقديم كافة التسهيلات والخدمات الصحية وتوفير رعاية الصحية الكاملة لهم بعدها بحث مجلس الوزراء المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها ما يليه هذا وقد ناقش المجلس مذكرة بشأن مقترح تعديل بعض الاشتراطات التنظيمية للتعمير تماشيا مع متطلبات النمو العمراني والسكاني والحرس على التطوير المستدام للمناطق والإسهام في المحافظة على النسيج العمراني والاجتماعي والمتضمن تعديل تصنيف مناطق السكن من حيث الاشتراطات والاستخدامات للمناطق القديمة والحديثة وقرر المجلس إحالتها إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية بعدها ناقش المجلس مذكرة بشأن استكمال الأدوات القانونية الخاصة بالمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية بمناطق التعمير من حيث تحديد الوزير المعني وتشكيل اللجنة المعنية بتحصيل كلفة البنية التحتية وفق ما جاء في المرسوم وقرر المجلس إحالتها إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية لمزيدا من الدراسة بعدها وافق المجلس على مذكرة بشأن تحديد الرسوم المستحقة على الخدمات التي تقدم بموجب القانون رقم 28 لسنة 2014 في شأن التطوير العقاري من خلال تحديد رسوم القيمة التقديرية بقيمة 5000 دينار للمشاريع ذات التكلفة الأقل من مليون دينار وانتهاء على نحو تتريجي برسم وقدره 50 ألف دينار للمشاريع التي تزيد قيمتها على 10 ملايين تطبيقا لأحكام القانون بعدها حال المجلس مذكرة بخصوص القرار الوزاري بشأن لائحة ترخيص أنشطة النقل العام والرسوم المقترحة لترخيص أنشطة النقل العام الخاصة بالأفراد والشركات والمؤسسات إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية بعدها أخذ المجلس علما حول عدد من الاقتراحات برقبذة السيلة بالسلطة التشريعية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وعقب الجلسة عقد سعادة السيد عيسى بن عبد الرحمن الحمادي وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب مؤتمرا صحفي أن تطرق من خلاله لأبرز ما جاء في جلسة مجلس الوزراء حيث أكد سعادة الوزير أن سمو رئيس الوزراء دائما ما يوجه بمتابعة ملف مرضى السيكلر والاهتمام بهم ومرعاة الجوانب الطبية للمرضى وممارسة حياتهم بشكل طبيعي من جانب آخر أوضح سعادته أن عدد الأسر المستفيدة من مبالغ الدعم المالي بلغ 145 ألف أسر وهو مؤشر على مدى إقبال المواطنين للاستفادة من الدعم المباشر وفيما يخص القرار الوزري بشأن لائحة التراخيص التي تعمل بقطاع النقل العام أشار الوزير إلى أن هذا القرار يأتي لتنظيم تلك التراخيص وتحصيل الرسوم نظير تلك الخدمات المقدمة كما قام سعادة الوزير بالرد على عدد من استفسارات الصحفيين الذين حضروا المؤتمر الصحفي هذا وسيعرض لكم تلفزيون البحرين تسجيل الكامل لوقائع المؤتمر الصحفي الذي عقده سعادة وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب بعد هذه النشرة مباشرة شكرا شكرا